موسيقى هي ثروة أسرية وتاريخية بكل المقاييس لكنها تنتظر مصيرها بعد أن كان بعضها مقرا للحكم والحكام موسيقى في مصر ثمانية قصور رئاسية بخلاف الاستراحات المنتشرة في أكثر من محافظة في حين لن يستخدم الرئيس القادم على أقصى تقدير سوى قصر واحد ربما كان وجود هذه القصور وغيرها أكثر فائدة من التصرف فيها لكن هناك حل وسط وهو ما تم في قصر منتزه بالأسكندرية أن يتم حصار القصر وأن تفتح حلائقه في مقابل نقدي للاستمتاع بها للجماهير قبل أكثر من مئة عام بدأ بناء تلك القصور وبالتحديد في عهد الخديوي إسماعيل وكان أولها قصر عابدين الذي حكمت منه مصر في عهد ستة ملوك وثلاثة رؤساء أهم القصور الرئاسية الموجودة في مصر ثلاثة القصر الأول هو قصر عابدين القصر الثاني هو قصر القبة القصر الثالث هو قصر الاتحادية عبد الناصر اختار حكم مصر من قصر القبة بينما سكن منزله في منشية البكري أما السادات فعاد استخدام عابدين كمقر للحكم لكنه لم يسكن أي من القصور وفي بداية عهد مبارك ظهرت فكرة إنشاء مقر للسكن لرئيس الجمهورية ينتهي بانتهاء ولايته لكن لم يتم تحقيق ذلك وسكن مبارك في منزله بمصر الجديدة وحكم مصر من قصر الاتحادية ويبقى السؤال مطروحا ترى أي القصور الرئاسية سيختارها الرئيس القادم مقرا لحكمه منظرها يفرح القصور الرئاسية بس المهم مين يععد فيها ويعمل مينها إيه ممكن تبقى سجن وممكن تبقى جنة أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى من السيديو سي بي سي مصر كلها بتنتخب الرئيس النهاردة برحب بضيف العزيز الأستاذ أبو العلاء ماضي رئيس حزب الوسط أهلاً وسهلاً أهلاً ميك يا سخي مبروك بالتأكيد مبروك لنا كلنا سعيد بالمشهد راضي عنه حتى الآن شايف الأداء حجم التجاوزات شايفها إزاي شايف الدنيا إزاي يا سيدان شوف هو بالتأكيد الإجمالي حتى الآن إيجابي طبعاً بس الحكم على الأمور بخواتيم هزي أقول لما نوصل إلى نهايتها لكن حتى الآن في الجزء اللي تم أنا طبعاً شخصياً رحت انتخبت الصبح رحت آه رحته في دليل هو دايرة إيه أنا في المؤطم في مدرسة جابر الصباح وروحت الأول الصبح إي الطبور طويل فروحت مكتبي بكتبي بمكتبي في المؤطم وبعدين بنتي ومرأتي راحوا بعدية فقالوا ده طور رجالة مفوش حد تقريباً فروحت فلا دخلت انتخبت في الإيه أحد حتى كنت قلت لقاضي البطاقة دي فيهاش ختم ليه فقال لأ ده ختم مائي فوق كذا آه ما بيبانش إنه مبارح جات لنا بطاقة مطبوعة زي دي بظهر هي دي جاي بس الختم المائي ده هو الفاصل ما بتأكدش هرجع أشوفها بعدين يعني بس أنا اللي جابهي قلت له فهاش حاجة وراء مطبوعة طالما ما علاش ختم ملاش قيمة فلما لقيت ورد بشتبان عليه ختم مظاهر فروحت قلت له فقال لي لأ ده فيه ختم مائي فشوفته فعلا فهو امتدى أن الحضور حتى الآن معقول بالنسبة ليه آه يومين هيبى فيه خمس ستاف واحد في اللجنة متوسط آه الحاضر حتى أنت قديري ما بنعشرين خمس وعشرين في المائة في المناطق المختلفة ولسه عندنا للساعة تمانية عندنا للساعة تمانية عندنا بكرة كله آه انتعار حركة الحكومة خدت قرار بأجازة يوم بالتناوب يدوا صوتهم وياخدوا بكرة أجازة بالزبط يستمتعوا وخاصة نأخر منه نحن لحد ساعة تمانية آه أنا أنا جا في السكة كلمت مسؤول الحزب عندنا في الشرقية فقال لي آه أغلب الريف مستنين لما آه بعد العصية الجو يضطر شويه اطلعهم في الحر ففيه جزء كبير متوقع يطلع بعد العصر نعم بالتوقيت الريف انتو عاملين إيه؟ يعني آه حزب الوسط عامل لجان للمتابعة آه قرفة عمليات مركزية آآ عاملين في كل محافظة مقر انتخابي للمتابعة للإنخابات وكمان في معظم المدن والمراكز موجود في مقرات موصولة بالشبكة ديت آآ بالمقر عندنا وموصولة بشبكة الدكتور عبنامي نعم فمتين موصولين ببعض بيصبوا على بعض آآ تقريبا جالي تقرير معظم المحافظات عن حجم التصويت آآ المؤشرات مش هي ازاي لا ما فيه تجاوزات آآ بعض التجاوزات هو ممنوع الكلام عن مؤشرات لا لا أنا بقول لحركة اللي جالنا آآ لا لا أنا بسأل آآ آآ أنا بسأل حضرتك آآ هو ممنوع الحديث عن أي مؤشرات إلا مع إعلان نتيجة ماشي لا أنا بقول لحركة اللي إحنا إحنا بيزبالنا بيوصلين إيه بوصلين على مؤشرات آآ فبالتالي ممكن تلاقي هنا في حتة عايزي شد حلكه شوية هنا حتة كذا يعني المؤشرات مفيدة في إدارة العملية الانتخابية نعم لكن هو الحياة أنا بس تسمح لي أنه النهاردة الصبح عندكم هنا كان فيه ضيف عزيز صديق نجادة برعي أي وذكرنا بغير خير يعني أنا حياة صغرات لا كان مع الأساسة نميس أنه قال الوسط عمل صفقة وساب الدكتور عو وراح الدكتور بفتوح والحياة ما كانش صح يقول التعبير ده ده كلام غير صحيح واعتبارها سقطة من صديقنا نجادة برعي لأنه إحنا كنا ديمقراطين جدا لما صوتنا في المرة الأولى للدكتور العو التزامنا به ولما عدد أحيد التصويت طلع الدكتور العو منهم التزامنا به فإحنا ما كانش صفقة نعم لك كانت التزام ديمقراطي حقيقي إحنا عملنا التصويت لكل قواعد الحزب في الداخل وفي الخارج إحنا عندنا عضاء مصريين في الخارج نعم ونتيجة التزامنا بها بس أنا حبيت أصحها إحنا أتقلت في البرنامج عن دوق الصبح النهاردة يبقى الاحترام كاملا للدكتور العو وللدكتور أبو الفتوح ولكل مرشاح الرئاسي لا هو الاحترام قائم أنا بس أنا حاتب على نجاد نعم نعم لا أنا بحفظ حق هنا كالقناة في أن ما بندعمش حد إحنا لا لا أنا بتكلم على صحيح وقعة طبعا مش بتكلم على لا ولكن هذا الحق الحاجة التانية طبعا النهاردة في حاجات طبعا السلبيات حصلت يعني مثلا فيه رسائل بتستخدم الدين في توجيه الناخبين نعم اتعامل بها محاضر لما تقول واحد انتخب الأستاذ الخير تخش الجنة بالإسم كده انتخب الأستاذ الخير يعني تخش الجنة طبعا مش خير يدخل الجنة الأول أنا عايز أضمن أنا تعوى حد يضل الله نور عليك أنا عايز أدخل أنا ما فيش حدي في الدنيا بسيثناء الرسل هو اللي كريم بضامن الجنة شكرا أو لي سيدنا ببكر قال لك الله إحدى قدمان في الجنة الأخرى خارج ما أمنتم أكرر الله فتلت رسائل جات لزمينة واللي بلغنا بهم زمينة ده أمين سندوق يعني دي معلومة راحت لأمين السندوق وبعد هالي وبأرقام التلفات طلع منها واحدة بتقول كده اختار فلان عشان تخش الجنة إذا أردت أن تضمن الجنة والأخرة فلان يضمن لك ذلك وكذبين اسمه ورمزه نعم المسلم يجب أن يختار مسلما فاختار فلان فحتى اختار قال تنمهون تقريبا كلهم رشعين مسلمين كلهم مسلمين مش تقريبا كلهم مسلمين يعني لا من عاوز أقول أنه حتى لو فيهم مسيحين ده مش عيد آه خالص يا ريت كان نفسنا لكن أنا بتكلم عليه إيه معنى ده لكن من أسف ده جزء من تجاوز ده جزء من الثقافة اللي أعتقد أن اللي بيعمل كده هو بيغازل شريحة معينة من الشعب يعني لأن بس هو ده صحيح بس هو ده معناه ده مخالفة كبيرة أولا لأنه تفسير خاطئ استغلال الدين في التعالي الانتخابي ده ليجوز نعم طبعا نسيت أقول أنه برضو فيه اتنين مرشحين عملوا مؤتمر الصحفية وده خرقش فادح للصمت هو لسه المستشار فاروق سلطان قال عن إحالة السيد الفريق أحمد شفيق إلى النائب العام اه وكمان مبارح وأول مبارح صحيفة قومية نشرت إعلان صفحة كاملة له نعم وفي دايم الصمت لو دكر النهاردة أنه في مجموعة من التجاوزات التحق في النيابة خاصة بالسيد شفيق بالسيد عمرو موسى بالسيد آآ محمد مرسي آآ أنا عايز أقول دي دي خروقات أنا شايف حتى الآن في بعضها زي ما قلت تعتبر خلفة كبيرة في بعضها خلفات صغيرة حتى الآن لا تخلي بالعملية حتى الآن نعم وبالتالي نرجع تاني فكرة كنت بدأت بها الفقرة دي بأنه إحنا ما زلنا في ملامح عرس نعم أن الناس بتتداخب أنه كنت بقول دايما أجمل حاجة حصلت من أول استفتاء مارس أنه لا أحد يضمن النتائج ولا أحد يستطيع توقعها إحنا في استفتاء مارس كنا بقول حاجة خمس في المئة ممكن مع نعم أو مع لا نعم فطلع السبعة وسبعين مع نعم وثاة عشرين مع لا في البرلمان الناس كنت تخترح بتوقع النتائج معنا وثاني نتائج مختلفة أنا متصور أنه دي مش هتبعد قوي بقى عن التوقعات المراتي يعني مش هتبعد فيها مفاجآت كبيرة لأنه في مؤشرات بتقول في خمسة ستة أسهوم عليها هتطلع منهم اتنين هم مين بقى ربنا سهل لهم مش كده محافظين على ضمانات الاستقرار بمعنى يعني أنا كنت بطرح فكرة أن ضمان استقرار مصر هو نزاهة الانتخابات وليس هنجح شخص يعني ممكن ألا تكون هناك نزاهة وفي شخص ينجح ويبقى أمر واقع بس قد يكون هذا خطرا على استقرار مصر إذا جاء رئيسا مشكوك في نزاهة مجيئه هو الوقت فيه متغير درامي حصل في مصر نعم إنه الشعب كسر حدة السلطان الفرعون المتمكن وبيطلع يواجه أي حد مش كده وحتى حيانا بتجاوز مش كده يعني بس ده جزء من حالة كسر حاجز الخوف اللي حصل لأنه ما حدش يقدر يوقف الناس الشيء الوحيد إنه يبقى لا يوجد جرح لفكرة إرادته الإرادة الحقيقية لابد أنها تحترم لكن لو فيه تلاعب هو للخطر أنا مش بتكلم مين ينجح مين ينجحش ويش دعوة طمع هو أساسا أنا مطمئن أنا كمواطن كل مواطن ومواطنة يطمئنه إلى أن اختيارهم لم يحدث فيه تدخل هذه نتيجة لابد بس حتى ده حصل عليه مصادرات يعني فيه أكتر من اتجاه إذا جيه فلان هنقلبها دم هننزل الميدان تاني هترجع الثورة تاني في الاتجاهين على فكر إذا جيه إسلامي يبقى فيه انقلاب مرة أخرى والدنيا هتولع يعني في كل الاتجاهات اللغة ليست لغة ديمقراطية عكس اللي احنا شايفينه في الانتخابات حتى الآن والله يشوف هولا رجح حاجة هو فيه حصل استفزاز كبير في مجارة في خلال السنة والشوية اللي فاتوا دول نعم إنه انت كان عندك رزام أدى إلى كوارث وأدت إلى ثورة هذا النظام الحد الأدنى ملاش معاقبة كل ما نسبب فيه هذا على أقل إبعادهم على الحاسسي نعم فدخولهم على المشهد هو عمل الحالة دي بغض النظر عن عملية الانتخابية انت بتكلم بقى انه لابد كان يعمل عملية توقف لشريحة من الناس اللي ساهمت في الحالة دي عن المشاركة بدون بقى لا تقول عقوبات ولا نموضوع تاني دي بالجرائم لكن نتكلم على السياسي مسؤولية السياسية الحق لأنه انت في الآخر فيه ثورة فيه شرحية ثورية نعم انت وجود المجلس العسكري في الحكم بناء شرحية ثورية نعم نعم ما فيش أي نص يخدمه إنه يبقى في السلطة النصوص الدستوري كانت قائمة كانت بتقول لو خالة منصب الرئيس يتولى من رئيس مجلس شعب أو رئيس المحكام الدستوري العليا نعم وبالتالي هنا انت استناد وجود مجلس العسكري نفسه في السلطة كان استنادا إلى شعبي نص ثوري يعني حالة ثورية اي وبالتالي ما حدش بايجي يقول ايه قص الدستور والقوانين والقواعد لأ انت لتعمل تحول من نظام من نظام كان لابد يكون فيه ضبط المسألة دي ايه بس القواسيا سيئة اخطأت هي كمان وتقعست وفوتت الفرصة ولم تضغط في هذا لان بعضها كان بيبحث عن مكاسب في اطار الحوار اكبر منها في تقنين مستقبل مصر لا خلينا اقولك حاجة المسئولية انا بحبش اعلق المسئولية اعتراف واحد مسئولية تمام مالها اعتراف كثيرة بس انا عايز اقول في الجزئية دي كانت الحية مسئولية المجلس عسكرية حتى انتخاب البرلمان نعم وهو ماطل في فكرة القانون العزل وكذا لحد ما طلعه بحاجة ما لديش معنى ما بيش فيه قانون يعني فيش حاجة ما حصلش حاجة تغير يعني في الاخر الخلاصة ما فيش حاجة عمليا الناس اسقطت الرموز النظام السابق بالانتخابات في الانتخابات البرلمانية الناس في النهاية انت بالاخر كل القوة اللي كانت موجودة يطلع لها بكام 15-20 مقعد من 500 فعمليا اسقطوه اللي حصل انه التنبه لفكرة العزل يجي متأخر بسبب انه المادة 28 لغم انت مع عزل مش موجودة مكنش بفيه حرص على العزل لانه خشية التدخل في عمليا الانتخابية مش زي ادخلات مجلس الشعب والشوء هو ده يمكن الخلاف اللي بموضوع على كل احوال عشان كنا بقول ابرجع تاني بقول انه في كل احوال برغم كل ما جرى انه لو لم يتم تدخل واضح للتأثير عن النتيجة المفروض القبول بالنتيجة طالما هي بتعبر عن الناس النتيجة اذا عبرت على الناس ولا بيكون هناك شكوك في تزييف او تزوير او او توجيه الناخبين لاتجاه معا او توجيه او ضغوط او اي شيء على الجميع قبول النتيجة ايا كان اا من كان فائزا على الجميع ان يقف في ظهره ومساعدته حتى تكتمل المسير انا قلت حرك بشروطها دي شروطها دي توفرت خلاص لكن لو فيه خلل فيها ده يفتح باب للثورة والاحتجاج ايا كان ميلي نجع بقى انا مش هسمي الوقتي اي تدخل من اي نوع هيفتح الباب الناس التاني لعودة الناس اللي ما يدين وده سهلة باش فيها معوضة الوقت باش حد بيخاف حد بالمناسبة ولا حد يقدر يقار حد على هذا طبعا اه لو لان لا يعلم الغابة الا الله عندي يقين يعني شو بيقين طبعا هي القراءة الموضوعية للقوة بتقول كده انت عندك خمس مرشحين كبار هتفتت بينهم الأصوات ده بيخلي مفيش واحد مستحيل يعدى خمسة في المئة خمسة خمسة تبنى قدهم نعندهم بغض نزع الترتيب لا لا ما انا هقول من ناحية ومن ناحية اه يعني انت في ناحية سيد عمرو موسى السيد احمد شفيق مثلا سيد حمدين صباحي هذه ثلاثة اه بس انت من احطهمش في ناحيتهم حمدين صباحي حطوا الواحد اه اه قاصد قوة مدنية عشان نعمل قوة اسلامية لا ما هو فيه برضو قوة اسلامية برضو فيها مدنية اه طبعا اه هو فيه احنا نقول لنا ثلاثة حط عليهم الدكتور عمرو مفتوح وحمد مرسي والدكتور سليم العون لا شوف بغض نظر عن التقديرات لا لا انا بتكلم على الفرص الحقيقية للدخول في الاعادة نعم اه بين الخمسة دول بين الخمسة دول بتستبعد تماما ان كان ده رأي انتخابي ارجو ان نستبعده اه فيه فرص لكل المرشحين يعني لا انت احنا الوقت احنا بتكلم على تقديري اللي هو ممكن اطلع غلط انا انا بقول تقديري يعني مسألة نعم انت كمان انتو يعني خل فيه فيه ملاش كده مش فيه مؤشر حقيقي انا عندي شك في موزة بسيطلعها طرعي طمع لكفي انتخابات الخارج المصري في الخارج نعم اديت مؤشر على المساء الوضع ازاي انت بتشوف انها قياس بتركيبة المصريين في الخارج بالمغتربين برؤيتهم تمثل الشعب المصري بطريقة تفكيره اه هي واحد من المؤشرين اقسمهم النصين المصريين في الخليج اقرب للمعينة المصرية صحيح واللي في اوروبا وامريكا اقرب للطبقة المتوسطة نعم يعني المصريين في خارج المنطقة دي بيعبروا عن طبقة التوسطة ما بيعبروش عن كل الشريحة المصريين الموجنين في دول الخليج وخاصة السعودية وغيرها دول بيعبروا عن شريحة قريبة من الشريحة المصريين فيها عمال فيها طبقة التوسطة فيها بعض رجال اعمال ففيها عينة اقرب ما تكون للواقع لكن بيت المصريين اقرب بطبقة التوسطة اذا التوقعات تميل اكثر الى ان لدينا اعادة اعادة تتوقع ان في هذه الاعادة ستكون المعركة اكثر شراسة في كل احوال هيبهي وبقى الحسب انت عارف زي السباق كل واحد حس بينه بين السباق خطوة نهاية السباق شايفه هو شايف الحك شايف خلاص بيت اتنين انت الوقتي بتوزعها على عشرة او حد عشر في بوله في اتنين تنزلوا لاتنين بالموازبة واحد من تنزلوا دول حطة مناديب بتوع لبسين الفزد بتاع اللي تنزله جوه اللي جات فبالتالي بتكلم احنا الوقت بتكلم على عشرة او حد عشرة نظريا يعني لكن عملية بعد كده اتنين يعني التصفية دي يعني فبالتالي بتخلي فيها التحفز بتاع الطرفين هبه عادي جدا طبيعة انا رأي ان في خمس احتمالات خمس احتمالات اعدهم اتحب اتقيم اعدهم خلاص من غير مقيم عشان ده اهب رأيي الشخصي شوف في احتمال ان يعيد عب منعم فتوح ومرسي ممكن يبقوا من طيار واحد اه 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 اتنين في اتجاه واحد اه اه على فكرة ده اقوى الاحتمالات ده تقديري اللي ممكن يطلع غلط برضه اه صحي في احتمالات قوية ايضا ترى استحالت هذا فماشي ما انا بقى معاش كيف يقول لتقديري تقديري وتقديرك اكتهاد ممكن يطلع صحيح طلع غلط انا بمش ده حقيقي ده واحد من الاحتمالات احتمال التاني انه يعيد اه مرسي وحمدين مسلا ماشي او عب منعم وحمدين ما كلها ده احتمالات تمام ادي تلات يعني في احتمال يعيد مرسي وعمر موسى اه ده اربعة او حمدين او عب منعم وعمر موسى انت مستبعد او 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 عب منعم وشفيق او مرسي وشفيق كلها ده احتمالات ده كده زات اه عشان دخلت فيهم بس حمدين لانه انا كان فرص حمدين ومتستبع تماما أنها تكون بين شفيق وموسى أو موسى وحمدين لا شفيق وموسى شبه مستحيل شفيق وموسى شبه مستحيل ليه؟ لأنه أنت في النهاية عندك مؤشرات مهمة حكمتك في الاستفتاء وفي الانتخابات البرلمانية حصل في تغيير آه بس مش دراماتيكي يعني مثلا الإخوان كان ليهم 45% والسلفين ليهم 20% ومسلا الحزب الصلاة 5% يبقى أنت بتكلم عن 95% من الأصوات وفي الاستفتاء 97% فلما تقسم دول غير لم تقسم 25% ما بين اتنين نعم بس تجربة الانتخابات والاستفتاء مختلفة شوي بص مش هتتغير تغيير درامي هتقل هتقل بس هتتغير تغيير درامي مش هتتغير تغيير درامي فتحط في اعتبارك مستحيل اتنين من المعسكر المفروض إجمالي ما يزيش عن 25% يعيدهم الاتنين لازم واحد منهم بس احتمال من نظرية أنا بتكلم هنا بقى بالهندسة طب انت خرجت حمدين من سيد عمرو موسى وسيد شفيق يبقى سيد حمدين لوحده طيب لو دخل مع حد من الاتنين وشو ممكن تبقى لعادة ما بين حمدين وحد منهم كما وضعت احتمال بين حمدين وشفيق أو حمدين وموسى لا هو شوف طالما انت رفضت من البداية حمدين يكون في هذا المعسكر لا انا مرفضش انا بسبالي حمدين اختيار رقم اتنين في كل المرشحين الوقت فبسبالي اتمنى لكون حمدين في اللي بيعيده لكن انا بتكلم على التوقع الحقيقي بصدق مستحيل حد من الاتنين دول ما يعيدش ابو الفتوح ومرسي مستحيل خاصة يعني هذا الطيار حيبقى فيه واحد لازم مستحيل فانت بالتالي ومن يدري ربما الدكتور سليم العوى يعمل مفاجأة انا لابد ان اضع كل الاحتمالات كل الاحتمال نحن نظرية موجودة بس اقول ده توقع نتيجة شوية قراءات فانت عشان كده بقول فرص حمدين في الاعادة مش عالية مش معدومة مش عالية زي ما انت قلت واقع بس المفاجأة دي لازم يكون لها حاجة على الارض يعني كنت بقول ايه فيه عامل حاسم في الانتخابات دي على الفكرة كل الانتخابات واحنا جربنا الانتخابات الفات هي المكينة الانتخابية على الارض قول لي مين عنده مكينة الانتخابية على الارض هقول لك احتمالات الاعادة بترفع جدا موجود المكينة يعني ممكن يكون انا شخصيا شخصية ضعيفة جدا وعندي مكينة ممتازة وحضر لك شخصية محترمة جدا وقوية جدا بس المكينة تلك ضعيفة غالبا هتفوق عليك أفهم هذا الكلام جيد مفهوم كده نعم فانت اللي عنده مكينة قوية على الأرض نمر واحد هو مرشح الإخوان نعم اللي عنده مكينة تالية له هي أم أحد مرشح الفلول بتجمعينه وبنستقف ما بينهم فدعوا عندهم مكينة قديمة بس معطوبة شوي طلع من هزيمة عسكرية فداخل متردد ما عندهش قوة الدخول والمكينة التالتة بتاعة عبدالعفتوح اللي فيها مكينة هو كحملة وفيها حزب النور وحزب الوسط وتعامت منهم تلاتة مكينة واحدة نعم بعد كده المكينات الأخرى بتبقى ضعيفة فده عوامل تحط برضه في الاعتبار لأنت في الآخر أنا عند اللجنة أنا جاني معلومات عند اللجنة فيه ناس من المكينة معينة وقفين يقولوا الناس خش ان تخبوا كذا على أخر اللحظ باللابتوب برضه بتاع زمان نعم موجود في الريف في بلدنا يعني أنا جات للمينيا معلومة فموجود فانت عندك برضه على الأرض ناس بتأثر على التصويت فالمكينة حتى لو وبعضهم كان عنده قناع بسين قالوا لا ادي صلاة على أخر اللحظة وناس ببساطاء وغلابة بس ان تشوف ان ده هو ده التدخل اللي احنا بنرفضه أيضا مرفوض جدا وعمل نبي بلاخ أنا عندي اسم القرية واسم اللجنة واسم الشخص العمل كده أنا بس بتكلم بقول انه المكينة بتؤثر كثيرا على العملية انتخابية بغض النظر بتؤثر بالصحة ولا بالغلط تمام يعني جزء منها صحة حقها طبعا فترة الدعاية وان لها مندبيين طبعا فيه عربية والناس وده جزء من مكينة انت بتروح تجيب ناس من بيوتهم انت بتأكيد ضمن أصواتهم حتى بتكلمش يده من لجنة وعملش سنطر انت بتجيبهم وتأكلهم وبتديهم ده حد الأدنى لا حد الأدنى في انك تجيب ناس حتى بلاش كده تجيب ناس انت ليك صلة بيهم برتب معهم قبل كده كلمة معهم وظفتهم عشرات المرات وتجيبهم يومها الانتخاب يعني انت بترفع فرصك بكتير نعم فعشان كده بقول المحددات في الموضوع فكرة التنظيم يعني يعني شوف هورك حاجة قد يكون أعظم المرشحين هياخد أقلهم أصوات ملاش علاقة بالموضوع لأنه فيها حزمة من الشروط طبعا أعظمهم بمعنى قدرته الشخصية مش أعظمهم بمعنى حاجة تانية ممكن يكون أكثرهم لباقة أكثرهم علما بس ده بشو ده المعيار بتخش معها عشر خمساشر معيار تانية منهم اللي أبو لحرك علي دي المكينة دي تعتقد الرئيس الجاي داخل تكريم ولا داخل علق سوخنا قبل داخل تحدي فضيع يعني ينق بحمله الجبال حقيقا ولذلك هو ربنا وفقه يكون أنا طبعا أنا مؤمن وده ما فهاش حاجة يعني لازم يكون معسكر الثور بالنسبال يعني أي نكون هو مين لازم يكون عنده حالة من الرضا والتوافق العالي جدا اللي يخلي الناس كلها نفسها مفتوحة وتساعدوا لو داخل في معركة مع أي قطاع مع أي فئة مع أي مجموعة أي أن كانت برضو شو بقول في المطلقة طبعا ده معناها انت واحد بتخلي حد يحط لك العصائف العجلة وانت ماشي لابد يكون متوافق مع كل أطراف تصالوحي جدا متسامح جدا منفتح جدا عنده إرادة توافق أعلى من إرادة تصفيت حسابات ده أهم صفة في الرئيس القادم وإلا لن يستطيع أحد يدير مصر مهما كان أي اسمع تقدير وحب كل الأسماء التلاتاشر مشاولك الهداشر نعم الموضوع هنا بتكلم على قهد عامة مجرد زي القانونة بيقول لأنه جزء منها نفسي انت حضرتك لما تقوم الصبح نفسك مفتوحة حس إن ده بلدك وإنك ليك دور هتكسر لما دخل مكانه هشتغل فيه ما كانتش الناس كلها مبسوطة أنا مش حارف اشتغل أنا عاوز أعمل حاجة الرئيس القادم ده لو طلع بقى كده بهذه الروح أنا كنت بقول للناس إنه التسامح الناس اللي بتصفح حسابات دي وحيانا تتدعي إنها بتمثل صورة إسلامية صحيحة بقولون بيخلفوا أهم قدوة لنا كلنا في التاريخ اللي هو النبي عصر دخل مع اللي دعبوا وأزو وقال لهم بقى ما تظنوني أني فعلهم بكم قالوا أخو كريم وابن أخو كريم قالوا دهب فأنتم تلقى فمهما كان الرئيس القادم لابد أن يكون متسامح جدا وده يخلي الناس بقى إيه ما عندهمش ضغينة يبدأ بالمحبة يبدأ بالتسامح والمحبة وخنا نقول لك حاجة إحنا عندنا مشكلة نظافة إما كانش الرئيس الجاي ده ينزل ببكنسة ويقول للناس شعب المصري إحنا عايزين أسبوع النظافة نزلوا كلكم ننظف مصر أبو ستليم مصر كلها قامت ننظفة صحيح هتسمح لي نطلع فاصل وبعد الفاصل نعود لواصل حواري مع الأستاذ أبو العلم ماضي ونتكلم عن إعلان الدستور المكمل ونشوف مستقبل الرئيس وهو مش عارف صلاحياته إيه